نعم هو من اتلاف نتنياهو من الاتلاف الحاكم هذا هو موقف اليمين الإسرائيلي أيضا كنت أتابع بعض ما يكتبه من اليمينيين في مجموعات في وسائل التواصل لم يحب أي منهم هذا الخطاب يقولون بأن هذا الخطاب يعني بأن حماس سيبقى في السلطة من المعروف أن موقف اليمين الإسرائيلي خاصة أولئك الموجودين في اليمين المتطرف هم لا يريدون وقف الحرب بل أن قسم كبير منهم يريدون الاستمرار في هذه الحرب من أجل ابقاء الجيش الإسرائيلي هناك من أجل احتلال غزة وابقاء غزة تحت الاحتلال الإسرائيلي هذا الأمر أيضا سمعناه من بايدن سمعنا هذا الانتقاد يقول بأن الحكومة الإسرائيلية أو جزء من هذا الاتلاف في الحكومة الإسرائيلية يريد استمرار الحرب إلى ما لا نهاية وقد لا يقبل بهذه الصفقة قبل قليل أيضا رئيس حزب العمل المنتخب حديثا يائر جولان كان قد قال بأن بايدن هو صديق حقيقي لإسرائيل لأنه يقول للإسرائيليين ما لا تقوله القيادة لهم كان هناك العديد أيضا حتى من الصحفيين حتى من المحللين العسكريين الذين كانوا الأكثر حماسا لهذه الحرب في بدايتها يقولون هذه ساعة اختبار للقيادة الإسرائيلية وعلى القيادة الإسرائيلية أن تتخذ قرارا وهذا القرار لن يكون سهلا لأن الكثير ربما في المجتمع الإسرائيلي قد يرفض صفقة كهذه ولكن دعني هذه هي التعليقات الأساسية التي صدرت حتى اليوم بلا شك أن معظم التعليقات سنسمعها غدا بعد انتهاء السبت خاصة من وزراء اليمين المتطرف المتدينين مثل سموتريتش وبينكفير ولكن دعني أعلق على بعض الأمور التي أيضا استوقفتنا واستوقفت أيضا الإسرائيليين في خطاب بايدن أولا هو عرض هذا المقترح على أنه المقترح الإسرائيلي الجديد يعني بدلا من أن تأتي القيادة الإسرائيلية وتقول للجمهور الإسرائيلي هذا هو المقترح الذي قدمناه للوسطى لإعطائه لحماس والحديث عنه عمليا بايدن هو يأتي بهذا المقترح ويقوله في خطاب من الولايات المتحدة وليس القيادة الإسرائيلية هذا يدل على ضعف القيادة الإسرائيلية وعدم قدرتها على عرض هذا المقترح الذي يعرف نتنياهو بأن الكثير في الشارع اليميني الذي ينتخبه لن يحب هذا المقترح الأمر الثاني هو بأن إسرائيل على الأقل وفق وسائل الإعلام والمصادر الإسرائيلية الرسمية كانت تتوقع بأن بايدن خلال هذا الخطاب سيضغط كثيرا على حماس ولكننا رأيناه يضغط على إسرائيل يقول لها هذا هو الوقت لليوم التالي هذا هو اليوم التالي الذي يتحدث عنه طوال الوقت بن يمين نتنياهو اليوم التالي يقول هذا هو اليوم التالي يجب أن ننتقل إليه الانتقاد الثاني كان على الائتلاف الحكومي الإسرائيلي قال بأن جزء من هذا الائتلاف يريد احتلال غزة ولا يريد إنهاء الحرب إضافة إلى أيضا أنه سخر من تعبير النصر المطلق الذي يستخدمه نتنياهو طوال الوقت قال النصر المطلق لن يأتي لا بالنصر المطلق على حماس ولن يأتي بإنهاء الحرب ولن يعيد المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة الجديد في هذا المقترح الذي لم تكشفه القيادة الإسرائيلية لا في الإعلام ولا للجمهور الإسرائيلي الجديد فيه هو أنه يدعو لوقف إطلاق النار بشكل تام بمعنى انتهاء الحرب حتى لو لم تقل إسرائيل بصراحة انهاء الحرب إسرائيل أصلا روجت طوال هذه الفترة بأنها تريد فقط التقدم نحو المرحلة الأولى وربما هذا أيضا حدا بحماس لأن ترفض هذا المقترح كانت تقول إسرائيل نحن معنيين فقط في المرحلة الأولى هذه الهدنة الإنسانية للإفراج عن المحتجزات النساء وأيضا كل الذين بحاجة إلى رعاية طبية ولكن وفق هذا المقترح كما قال بايدن يجب وقف القتال حتى بعد انتهاء المرحلة الأولى هو يعول على ذلك بأن بعد انتهاء المرحلة الأولى إسرائيل لديها مصلحة في استعادة كافة المحتجزين ومن الجانب الآخر حماس لديها مصلحة أيضا في استمرار الهدوء في قتاع غزة يعني كل ردود الفعل حتى الآن من قبل وسائل الإعلام لا ردود فعل رسمية من قبل شخصيات سياسية أو منخرطة في الاتلاف الحكومي الحالي بسبب اليوم السبع عطلة رسمية في إسرائيل ولكن إيمان على خلاف التوقعات اليوم يتم الحديث من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن التوقعات إسرائيليا هل كان أحد يتصور في إسرائيل أن يتحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن بهذه الطريقة عن هذه الشروط ويهاجم بطريقة أو بأخرى نيتنياهو في حديثه عندما أشار إلى النصر المطلق كما أشارتي قبل قليل نعم كما قلت التوقعات كانت بأن بايدن سيضغط على حماس رغم أن بايدن ليست لديه أوراق ضغط على حماس هو أوراق الضغط التي يمتلكها بالأساس على إسرائيل بسبب كل الدعم الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل ربما الورقة الوحيدة هي محاولة الضغط على الوسطاء ليضغطوا بدورهم على حركة حماس ولكن الولايات المتحدة لا تمتلك أوراق ضغط مباشرة على حركة حماس رأينا بأن بايدن حث أو قال بأن على حماس أن تقبل بهذه الصفقة وعلينا أن لا نفوت هذه الفرصة لا للإسرائيليين ولا أيضا لحركة حماس ولكن التوقعات الإسرائيلية بالمناسبة يعني جزء من هذا الخطاب كان منصق مع بعض المسؤولين الإسرائيليين بمعنى أنهم أشركوا في هذا الأمر بأن بايدن سيدلي بتصريحات للإعلام عن قضية المحتجزين الإسرائيليين ولكن ربما لم يكنوا على اطلاع على كامل هذه الكلمة وعلى كل ما سيقوله بايدن كانت هناك ضغطات واضحة قال أنا أحث الإسرائيليين على القبول بهذه الصفقة على عدم تفوت هذه الفرصة ولن تكون ربما فرصة أفضل من ذلك استمرار الحرب يعني عدم إعادة المحتجزين نهائيا وأن قال أيضا بايدن بأن حماس في وضعها الحالي لا يمكنها تنفيذ السابع من أكتوبر مرة أخرى وهذا يناقد بشكل كبير كل ما يقوله اتلاف نتنياهو سموتريتش تحدث عن هذا الأمر بنكفير بالأمس تساحي هانيك بتحدث عن هذا الأمر نتنياهو في خطابه في الكنيسة قبل يومين أيضا قال نحن يجب أن نضمن بأن لا تعيد حماس السابع من أكتوبر الآن يقول لهم بايدن أنتم تعرفون بأنه في هذا الوضع الموجود فيه حركة حماس حتى ذلك يخالف الموقف الأمريكي المعلن إيمان على طوال الأشهر السابقة وأن قطر ومصر سيدمنان ذلك نعم حتى ما تتحدثين به وما تحدث به الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم يخالف الرؤية والموقف الأمريكي من الحرب المستمرة على قطاع غزة حتى في آخر مجزرة ارتكبت في رفح جنوب القطاع نعم لا شك بأن الولايات المتحدة هي الداعم الأكبر لإسرائيل هناك مصالح مشتركة بينهما في كل الشرق الأوسط وفي كل الترتيبات التي تجري في الشرق الأوسط يعني إسرائيل هي حليف الولايات المتحدة وهي الذراع التنفيذي لها بالمناسبة في كل ما يحدث في الشرق الأوسط وبالتالي هذا التحالف مستمر قبل نتنياهو وخلال فترة ولاية نتنياهو وما بعد نتنياهو ولكن يعني ربما قبل أو أولا هناك ضغوطات شعبية كبيرة في الولايات المتحدة وفي أوروبا هناك رأي عام دولي متراكم ضد هذه الحرب هناك انتخابات أمريكية قريبة لا يريد أن يدخل بايدن هذه الانتخابات وفي خلفية هذا الأمر أيضا الحرب على قطاع غزة وبالتالي أمريكا تريد طي هذه الصفحة ومن جهة أخرى هي لا تتخلى عن إسرائيل كحليف بل هي تعطيها جزرة هي تقول لها أوقفوا الحرب على قطاع غزة ولديكم صفقة كاملة في الشرق الأوسط قال بأن هذه الصفقة قد تتضمن تطبيعا مع السعودية وهذا قد يغير أيضا كل الشرق الأوسط وكل رؤية السلام في الشرق الأوسط وبالتالي هي تعطي إسرائيل أيضا هذه المكافأة إذا ما وافقت على وقف القتال في قطاع غزة هناك الكثير من المحللين الإسرائيليين من العسكريين السابقين يقولون لا يمكننا تفويت هذه الفرصة أولا وقف القتال في قطاع غزة تغيير الحكم في قطاع غزة تطبيع مع دول عربية أو تغير في البيئة الجوار الإسرائيلي وبالتالي هذه فرصة لا يمكن تفويتها يقولون بأن نتنياهو يضيع هذه الفرصة التي كان يمكن أن تغير وجه المنطقة بالنسبة لإسرائيل طبعا وبالنسبة للمصالح الإسرائيلية إذن الولايات المتحدة لا تتخلى عن إسرائيل ولكنها تعطيها صفقة متكاملة تتضمن غزة رؤية أفق سياسي للفلسطينيين ومن جهة ثالثة أيضا تطبيعا مع بعض من دول الجوار ننتظر إذن ردت الفعل الإسرائيلية الرسمية على هذا المقترح وتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بخصوص هذه الصفقة شكرا جزيلا لك مراسلة الغد إيمان جبور كنت معنا من القدس المحتلة وسنبقى معك في متابعة